كلية العلوم الشرعية والعربية مادة العقيدة الفرقة الأولى من كتاب البداية في العقيدة شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصل وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا أيها الإخوة الفضلاء في شرح كتاب البداية في العقيدة وصف النار ينبغي أن يؤمن كل مسلم أن هناك جنة ونار وعليه أن يجتهد في الطاعات لينجو من النار ويدخل الجنة واعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر الجنة ليشتاق المؤمنون إليها فيزدادوا في الطاعات والحسنات وذكر النار لينزجر العاصون والمشركون عن شركهم والعاصون عن معصيتهم اسمع إلى وصف النار في القرآن والسنة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار وأبان لنا ربنا تبارك وتعالى حر النار في أكثر من آية من القرآن الكريم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم لجينا منها يا رب وقال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون اللهم اجعلنا من المتقين وروا مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذه الأربع أيها الأحباب بعدما تنتهي من التحيات في صلاتك تقولها قبل أن تسلم وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نجتهد في الطاعة والعبادة كي ننجو من النار ولو أن يتصدق أحدنا بنصف تمرت فإنها قد تقيه شيئا من حر النار يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجد فبكلمة طيبة وعلموا أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدي أمته إلى الجنة ولكن من الناس من يتفلت إلى النار والعياذ بالله بفعل المعاصي والذنوب والخطايا فاسم إلى هذه الصورة العجيبة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها نعوذ بالله من النار النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزنا عن النار أي يأخذ بأيدينا إلى طاعة الله جل وعلا التي تنجين من النار ولكن بعضنا يتبع شهواته وأهواءه فيقع في النار والعياذ بالله تب إلى الله يا عبد الله إذا غلبتك نفسك أو شهوتك أو هواك فوقعت في خطأ فقم مباشرة وتوضأ وصل ركعتين وتب إلى الله جل وعلا وعاهد ربك أن لا تعود لكي يغفر الله لك ذنبك واسمع إلى أبواب جهنم والعياذ بالله وشدة حرها قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ولجل منها يا رب وقال تعالى في شرر النار العظيم وأن الشرارة الواحدة كالقصر العظيم أو كالبناء الكبير قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر وأبانا ربنا تبارك وتعالى أن النار حامية مشتعلة والعياذ بالله فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يقول المفسرون وجوه الكفار والعصاة يومئذ ذليلة عاملة ناصبة من جر الأغلال والقيود تعمل وتتعب في جرها في النار والعياذ بالله تصلى نارا حامية أي مشتعلة نعوذ بالله من النار وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها نعوذ بالله من حر جهنم اللهم نجن من النار يا رب يا رب نجن من النار برحمتك يا رب طعام أهل النار وشرابهم قال تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نجن منها يا رب إذا استغاث أهل النار بماء لكي يشربوا من شدة العطش أغيثوا بماء كالمهل أي كالزيت المغلي يشوي وجوههم والعياذ بالله والعجيب أنهم يلبسون ثيابا من النار تكوي جلودهم نعوذ بالله من ذلك قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أعوذ بالله من ذلك يصب من فوق رؤوسهم الحميم وهو الزيت المغلي يصحر به ما في بطونهم والجلود تغلي بطونهم من شدة حره والعياذ بالله وتغلي جلودهم وتنصهر في النار نعوذ بالله من ذلك ولهم مقامع من حديد تقمعهم بها ملائكة النار وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالزيت المغلي يغلي في بطونهم وقد روى الترمذي وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان نعوذ بالله من ذلك وقد روى الترمذي أيضا وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه غلظ أجسام أهل النار نعوذ بالله من ذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث أي أن أجسامهم تعظم في النار لكي يزدادوا عذابا والعياذ بالله وانظر إلى مقعدته في النار كيف تكون فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة وروا البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع نعوذ بالله من ذلك أهون أهل النار عذابا روى البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه نعوذ بالله من ذلك بكاء أهل النار إن أهل النار لا يبكون فقط بل يصرخون ويصطرخون فيها والعياذ بالله قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وروا الحاكم وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار يدعون مالكا يا مالك ليقضي علينا ربك فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يقول إنكم ماكثون ثم يدعون ربهم فيقولون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فلا يجيبهم مثل الدنيا ثم أجابهم فقال يخسأوا فيها ولا تكلمون قال فييأس القوم بعد ذلك فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير نعوذ بالله من ذلك نجن منها يا رب برحمتك يا رب نجن من النار برحمتك يا رب خروج أناس من النار بالشفاعة روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد سودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية وروا مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل أخي الكريم تريد أن تنجو من النار اسمع إلى هذا الحديث فقد روى الترمذي وصححه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج فحافظ أخي الكريم على فمك وفرجك فلا يخرج من فمك إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى وعليك بتقوى الله تبارك وتعالى وهي خشيته ومراقبته سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الخلق لكي ترتقي عند الله درجات قال المصنف غفر الله له الضابط الرابع الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة الأعمال والصحف والعبد نفسه الشرح الذي يوزن يوم القيامة في الميزان ثلاثة أشياء أعمال العبد فكل عمل تعمله يا عبد الله يوزن حتى لو كان كلاما طيبا كان أم خبيثا كل ذلك يوزن إما في كفة الحسنات أو كفة السيئات والدليل على ذلك ما رواه البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذن فهاتان الكلمتان إذا نطق العبد بهما وزنتا يوم القيامة ما كيفية الوزن لا ندري فهذه من الغيبيات التي نؤمن بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كلمة الحمد لله إذا نطقت بها من قلبك فإنها تملأ ميزانك يوم القيامة لأنها شكر لله على النعم واعتراف لله جل وعلا بالنعم النازلة عليك ليل نهار والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض إذن قوله الحمد لله تملأ الميزان يعني الحمد لله كلمة ولكنها توزن يوم القيامة بقدرة الله تبارك وتعالى فأكثر من الحمد والشكر والتسبيح لله جل وعلا وأكثر من ذكر الله فإنه يثقل موازينك يوم القيامة بل إن تعاملك مع الناس وحسن خلقك يثقل موازينك يوم القيامة والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة هذا حديث عجيب غريب ينبغي للمسلم أن يتمسك به إن حسن الخلق يثقل ميزانك يوم القيامة والرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم لماذا كان له هذا الأجر العظيم لأن حسن الخلق سيجعلك تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك وهذه صعبة جدا على النفس ولذلك كان أجرها عظيما وثوابها كبيرا الثاني الذي يوزن في الميزان هي الصحف التي بأيدي الحفظة التي تكتب فيها أعمالك والدليل على ذلك ما رواه التنمذي وصحها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء الله أكبر نجى الرجل بفضل الله نجى الرجل برحمة الله تبارك وتعالى أيها الأحباب الكرام أكثر من الأعمال الصالحة لكي تكثر الملائكة من كتابتها في صحف كثيرة فتكون صحف الطاعات عندك ثقيلة كثيرة عظيمة تثقل موازينك يوم القيامة الشيء الثالث الذي يوزن للعبد هو العبد نفسه أنت توزن في الميزان والدليل على ذلك ما راه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة قال وقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا اللهم ثقلنا في ميزان الحسنات يوم القيامة يا رب واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عبد بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين يعني رفيع الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحق القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد الله أكبر الله أكبر يوم القيامة ساقى عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الحسنات من جبل أحد الضابط الخامس قال المصنف غفر الله له لا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله للمشفوع له أن يشفع له فلا يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له أن يشفع قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك لا بد من رضى الله للمشفوع أن يشفع له قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا الضابط الثالث يقول المصنف غفر الله له الذي يموت مصرا على معصية أمره إلى الله إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا الشرح لو أن إنسانا مات على معصية ولم يتب منها فأمره يوم القيامة إلى الله جل وعلا إذا شاء الله تبارك وتعالى غفر له هذه المعصية التي مات مصرا عليها رحمة من الله وإن شاء الله عذبه عدلا من الله تبارك وتعالى اللهم معفو عننا يا رب تبنا إليك من جميع الذنوب والمعاصي والخطايا تبنا إليك تبنا إليك فاقبل توبتنا وأعنا على توبتنا ووفقنا في توبتنا وخذ بنواصينا إليك وخذ بمجامع قلوبنا إليك اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم سد الأبواب بيننا وبين المعاصي والذنوب وافتح الأبواب بيننا وبين الطاعات والحسنات بحولك وطولك ومددك وإعانتك يا إلهنا والدليل على ذلك ما رواه البخاري مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتروا له بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك فيأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا مات مصرا على معصية لم يتب منها فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء أنزل به المصائب والبلايا في الدنيا تكفيرا لذنوبه وألهمه الصبر على ذلك وإن شاء أخره إلى الآخرة فإن شاء يوم القيامة غفر له كرما وفضلا وإن شاء عاقبه بذلك اللهم عفو عنا واغفر لنا يا رب العالمين أخي الكريم أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني لأن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول فاختار لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذه الليلة الفاضلة المجيدة العظيمة فقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إذن فهذا دعاء عظيم إذا عفى الله عنك وغفر لك كل ذنوبك فإنك تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى فأكثر من هذا الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وأكثر منه أنتصائم وأكثر منه ذاهبا وعائدا وقائما وجالسا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم عفو عنا وعن والدين وعن أرحامنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الفضلاء نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة لو أن إنسانا مات مصرا على كبيرة من الكبائر فما هو جزاؤه يوم القيامة السؤال الثاني ما هو طعام أهل النار والعياذ بالله السؤال الثالث ما الذي يوزن يوم القيامة للعبد وما الدليل على ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار برحمته وأن يدخلنا الجنة بفضله إنه حليم رحيم كريم رؤوف سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته